بالنسبة لخصائص التربية الحديثة أول خاصية نقدر نقوله أعطاه الحرية للطفل وهذه من جهة لو كانت تكون حرية حرية مطلقة؟ هذا هو يعني لما تكون حرية مطلقة هنا راح يكون المساوئ التحى أكثر من المحاسن يعني نقدر نقوله مساوئ كثيرة يعني لو كانت تنقصه على مجتمع جزائري إسلامي لكن لما تكون حرية مقننة أنا أخلي لك الحرية لأنه لو كانت تنزع له الحرية هنا راح نكون طفل طفل منقاد مما نقوله بالدرجة لهو لي جيدته هنا سيكون طفل منقاد يعني بعد المشاكل اللي يكون له سيتعرض للتحرش سيتعرض للتنمر لأنه هنا تكون عنده شخصية ضعيفة لذلك الحرية نعطي له حرية لكن تكون مقننة تكون في إطار يعني لما نخلي أنا مثلا أو أي سيدة تشاهد فينا الآن تخلي لطفلها الحرية المطلقة راح يتعرض لمشاكل كبيرة يعني سواء في الدراسة تاعه ولا في الشارع وحتى لما يكبر مستقبلا أكيد لأنه يعني نخلي نعم طفل حرية مطلقة لهنا الشخصية تاعه كيفش راح تتكون راح تكون لي تبالكم ممكن بيلي أنا ستكون شخصية قوية لا هذه ليست شخصية قوية إنما حتتنمي عنده الأنانية وهذه الأنانية راح تكون لي مشاكل أنا شفت يعني في الحصص من الحصص دوعة كنت تكلمتي عن الحسد والغيرة نعم الحسد والغيرة يعني وشفت يعني الموضوع يعني حتى يعني كين مشاكل عنده أبعاد كبيرة في المجتمع أبعاد كبيرة جدا هذا لو كان نعود نقول له للأصل أنه يعني الوالدين عطوا له الحرية كلش إيه كلش نعم كلش نعم هذه كلش نعم بمعنى يكون عندي الحاجة لي شوفها آه هذه حقي هذه اللازم يعني حتى يعني لو كان شوفوا يعني جرائم القتل جرائم القتل ممكن يعني حادث ضراري غير مسرات أنه كين واحد خطب واحدة ما قبلج اقتلها هذه لو كان نعود أن ندرسه الشخصية تعالي في الطفولة نلقوا باللي ربما ربما والدي أعطوا له الحرية يعني الحرية مطلقة كل حاجة إيه كل حاجة نعم كل حاجة إيه هذه من حقك هذه من حقك هذه من حقك يعني نلقوا هذه المشاكل تبدأ من الشخصية تبدأ من الصفر نحن دائما كذلك ممكن يعني كيتحدثنا في الكواليس قلنا باللي المشاكل المشاكل اللي راهي في المجتمع يمكن معالجتها يعني من البداية من البداية نتفادع هذه المشاكل